الراديو تسعين تسعين هواها مصري السلام عليكم ورحمة الله النهاردة حنتكلم ونكمل حددتنا الفقهية ونشوف الحكاية بتاعة الوضوء وقلنا إزاي نتوضى ونتوضى صح أراء العلماء أراء الفقهاء اختلفوا مع بعض ليه وإيه الصواب أو إيه الأرجح إحنا تركين الترجيح لحضراتكم علشان كل واحد اللي يقتنع بدليل ونشوف الدليل ده بنقتنع بليه هي دي الحدوتة اللي إحنا حنقولها فاكرين مبارح لما كنا تكلمنا عن موضوع الوضوء كنا ركزنا على إنه في أعمال قبل الوضوء وأعمال في بداية الوضوء الأعمال اللي قبل الوضوء دي أعمال طبعا هي على الإجمال كده ثلاث حاجات النية التسمية والمضمضة والاستنشاق دي دي اللي هي إيه وانت دخل على وضوء كده على طول أول حاجة اللي إحنا قلنا النية والتسمية والمضمضة والاستنشاق بالنسبة للنية اتكلمنا عنها مبارح وقلنا إن النية دي أمر الحياة في المنتهى الأهمية لأن النية اللي بتفرق بين العبادة والعبادة بتفرق بين العبادة والعبادة إزاي؟ قلتلك زي اتنين بيصلوا ركعتين كل واحد بيصلى ركعتين دول الركعتين دول دا بيصليهم سنة نافلة وده بيصليهم صبح بيصلي الفاجر مثلا أو دا بيصلي تحيط مسجد وده بيصلي ركعتين تنفل لله سبحانه وتعالى أو دا بيصلي ركعتين تنفل وده بيصلي ركعتين استخارة أو ده بيصال ركعتين استخارة وده بيصال ركعتين شافعة مثلا فالركعتين شكل بعض إنما اللي بيفرق فيهم إيه النية ده نيته كذا وده نيته كذا يبقى النية بتفرق ما بين العبادة والعبادة نفسيها وبتفرق بين العادة والعبادة العادة والعبادة إزاي زي اتنين دخلين كل واحد داخل للحمام بتاعه عشان ياخد دوش ده بياخد دوش نظافة وده بياخد دوش غسل جنابة اه ده بياخد اجر عبادة وده عمل عادي خالص ولذلك العادة مختلفة عن العبادة في ايه في النية دي بيترطب عليها اعمال ودي بيترطب عليها اعمال دي بيترطب عليها اجر ودي بيترطب عليها اجر تمام تمام فاحنا قلنا النية دية ان العبد لازم يستحضرها في نفسه هل النية دي لازم يتلفز بيها في الكلام لا مش لازم وبالشكل ده حننتقل الى الشيء التاني او القسم التاني او العنصر التاني من عناصر ما قبل الوضوء اسمه التسمية هو فيه تسمية قبل الوضوء غريب قوي احنا يمكن البعض اول مرة يعرف انه لازم تبدأ الوضوء تسمي ولا مش لازم الحكاية الحقيقة علشان اكون واضح معاكم هلاقي ان جمهور الفقهاء قالوا ان التسمية قبل الوضوء سنة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي بتاخد عليها اجر من الله عز وجل سنة ايوا سنة وبعض الفقهاء تانين قالوا انه التسمية قبل الوضوء واجبة يعني لازم تقول اول ما تحط ايدك تحت الحنافية كده كفوف ايدك الاثنين كده تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا خبر انا اول مرة نعرف الكلام ده ومين اللي تحمس للرأي ده اللي تحمس للرأي دوت انه التسمية واجبة الحنابلة انما بقيت الفقهاء اللي هما الاحناف عوال مالكية والشافعية قالوا لا ادي سنة وليست واجبة ممكن الموضوع يعدي كده لكن بس احنا عوزين نعرف الحدوتة ايه هم اختلفوا ليه مع بعض ليه ناس شايفينها ضرورية وناس شايفينها سنة لو ما تعملتش الوضوء بتاعي صحيح اللي شافوا انها ضرورية استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده رواه احمد وابو داود بطرق مختلفة ان كان فيها مقال ايه الحديث بقى بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء لا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله الله مسكوا بقى الحتة بتاعته ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على ان التسمية قبل الوضوء واجبة دول مين يا اخوانا قلنا دول الحنابلة والظاهرية اللي ذهبوا لي هذا انما بقى جمهور الفقهاء اللي هم قلتلك الاحناف والمالكية والشافعية قالوا لا دي سنة طب يا اخوانا والحديث ده شو بقى رحاقلون ايه لا الاحديث في التسمية ليست قوية الاسناد ولم تصح عندهم وحتى لو صحت عندهم قالوا دي محمولة على الندب يعني دي الاحديث دي اتقالت للاستحبهاب وليست للفرضية دللكم ايه جمهور الفقهاء قالوا دللنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب اللي كان بيعلم الصلاة قالوا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء فانه لم يأمره بالتسمية ما قالوش اذا قمت الى الصلاة فسم الله ثم اسبغ الوضوء قالوا فاسبغ الوضوء على طول والظاهر عندنا ايه ان قول الجمهور بالنسبة لي انا في رأيي انه ارجح انت بقى رأيك ايه والله لو عملتها التسمية جمعت ما بين الفضيلتين والخروج من الخلاف اولى طب افرد نسيت تسمي لا اثم عليك ولا زنب عليك والوضوء صحيح خش بقى بعد كده على المضمضة والاستنشاق والاستنثار طيب احنا خلصنا النية وخلصنا التسمية نيجي بقى الموضوع المضمضة قصتها ايه المضمضة المضمضة معروف الماء اللي بترجرجه جوا بقى حضرتك عشان تغير رائحة الفم وتنظف ما بيه من اي فضلات شفته الاسلام ونضفته بيرحب بكل حاجة تتسبب في تطهير الانسان وفي تخليصه من اي فضلات تمام المضمضة والاستنشاق دول الاستنشاق اه نسينا نقول الاستنشاق عبارة عن ايه الاستنشاق انك تسحب شوية مية بانفك طيب الاستنثار انك تطلع المية من انفك الاستنثار كانك بتنثر مية تمام يبقى عندنا مضمضة واستنشاق واستنثار المضمضة والاستنشاق والاستنثار دول اخبارهم ايه الحقيقة جمهور الفقهاء قالوا دول مش واجبتين يعني لو واحد نسي المضمضة والاستنشاق عند جمهور الفقهاء وضوءه صحيح وفريق من الفقهاء او بعض الفقهاء قالوا لا دول واجبتين وده برضو المشهور من مذهب الحنبلة يعني لازم يتعملوا لو ما عملتهمش يبقى الوضوء بتاعك غير صحيح ده في مذهب الحنبلة إنما مذهب أجمهور الفقهاء اللي هو الأحناف والمالكية والشافعية قالوا المضمضة والاستنشاق ده من الأمور المندوبة والمستحبة وليست من الأمور الواجبة خدوا بالكم بيقولوا ليه واجبة هم بيقولوا واجبة علشان لو واحد نسيهم أو يعني حصل أي ظرف ما قدرش يعملهم ما يبقاش الوضوء بتاعه باطل إنما هل هم الوضوء هل المضمضة والاستنشاق والاستنصار أمور مشروعة آه كلهم اتفقوا على إنها أمور مشروعة يعني من سنن الوضوء من مندوبات الوضوء من أداب الوضوء لكن برضو عاوزين نعرف الحدوتة إيه اختلفوا ليه مع بعض أمر غريب أكيد لازم الناس اللي طلبها علم والناس اللي عاوزة تتمتع بالعلم عاوزة تعرف هم اختلفوا ليه مع بعض أقولك ليه علشان الحدوتة بتاعتها لطيفة كل حاجة لها سبب اوعى تفتكر إن الفقهاء بيختلفوا مع بعض من غير سبب اللي قالوا إن المضمضة والاستنشاق دول واجبتين قالوا استدلوا بما صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث إيه اللي صح من النبي عليه الصلاة والسلام قالك إنه في أحاديث كثيرة تدل على إن النبي أمر بيهم وعملهم عليه الصلاة والسلام منها حديث سيدنا أبو غريرا رضي الله عنه أرضاه نسمع الحديث النبي قال إيه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر يستنثر يعني يخرج الماء من أنفه تمام يستنثر يبقى الله إيه دا النبي قالها كده صراحة أهو والحديث عند الإمام مسلم رواه الإمام مسلم طيب وقالوا أيضا برضو دليلهم إيه إن المضمضة والاستنشاق من من واجبات الوضوء قالوا بإنها لأنها من تمام غسل الوجه يا سلام يعني هو مش غسل الوجه يدخل فيه عندهم المضمضة ودخل فيه الاستنشاق بس كده وربنا لما أمر بغسل الوجه ألف غسلوا وجوهكم واللفظ العام يدل على إنه الأنف والفم من الوجه تمام فطبعا الجمهور قال لا هما الأنف والفم من الجوف ما يعتبروش من الوجه يعني داخل تجويف الوجه علشان كده قالوا إنها ليست بواجبتين لأن هما مش من جملة الوجه اللي دخل في أمر الغسل اللي جاه في آية الوجوء والأحاديث اللي جابوها قالوا لا تدل على الوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرش الأعرابي اللي علمه الصلاة في الحديث السابق بالشكل ده عرفنا حدودة المضمضة والاستنشاق والاستنصار يبقى فاضل عندنا إيه؟ حدودة الأعضاء اللي حتدخل في الوجوء ونكمل مع بعض ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين والمستمعات في حدودة فقهية إحنا دلوقتي اتكلمنا عن الحاجات اللي بنعملها قبل الوجوء وقلنا وقسمناها لثلاث أقسام حاجة اسمها النية وحاجة اسمها التسمية وحاجة اسمها المضمضة والاستنشاق والاستنصار طمام وقلنا إنه هذه الأمور ليه اتفقوا فيها والحدودة بتاعت الاختلاف ليه اختلفوا فيها والحدودة بتاعت الاختلاف سببها إيه؟ طبعا اختلافهم وجيه جدا إنت بقى رأيك دول صح دول صح ده راجع ليك مع تكوين الملكة الفقهية اللي إنت لازم تستمتع بها طب تعالا بقى نخش بقى على الأعضاء الداخلة في الوضوء هم بص الأعمال الداخلة في الوضوء هم باختصار شديد جدا عشان نقدر نلم الليلة مع بعض كده هم أربع حاجات غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين بس كده هم الأربعة دول بالصالع النبي كده نقدر نحن عليه الصلاة والسلام نقدر نحن نفهمهم نقولهم تاني غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين يلا جاهز بقى نتكلم في كل واحدة فيهم ونشوف الحدوتة بتاعت العلماء اتفقوا ليه أو اختلفوا ليه عشان تستمتع تستمتع أن العلم مالوش كبير وفوق كل زي علم عليم غسل الوجه ده معروف من منبت الشعر أعلى أعلى الوجه وإلى أسفل الزقن ده كلام جميل يبقى مع اللي عنده لحية اللي مربدأنه بتخليل اللحية بالماء وفيجب تخليل اللحية زي ما قال العلماء ولكن يجب ولا يسن بقى آه ده بقى إيه جمهور الفقهاء قال لك أنها سنة تخليل اللحية بالماء ده سنة لأنها زيدة عن الوجه يا سلام زيدة عن الوجه إنما اللي اعتبروها أنها دخلة وجزء من أجزاء الوجه قالوا إنه يجب تخليل اللحية عموما من اللي قال إنه يجب تخليل اللحية إنه إن الماء تتخلى الشعر الدأن هما المالكية فقط عشان تبقى عارف لكن الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا إنها سنة وليست واجبة طيب ده بالنسبة للوجه وخلاص طيب نجي نبقى نتكلم لغسل اليدين إلى المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح عاوزين نعرف إنه العلماء اختلفوا فيها ولا لا؟ لا مذهب جمهور العلماء بيقولوا إنه تغسل إيديك لحد المرفق غسل اليدين إلى المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين عارف المرفق ده اللي احنا مسميه كوع ها الكوع هل الكوع يتغسل برضو ولا لحد بداية الكوع نوقف الغسيل بتاع إدينا الكوع داخل في الوضوء ولا الكوع مش داخل في الوضوء رأيين اتنين جمهور الفقهاء بيقولوا إنه المرفقين دخلين جمهور الفقهاء بقول إن المرفقين دخلين في غسل اليدين خد بالك وإنما في بقى بعض الفقهاء اللي هما من الحنفية والمالكية قالوا المرفقين لا يجب غسلهما إنما طبعا لو غسلتهم النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الوضوء عشان بس أقول لكم قاعدة جميلة جدا تعلمناها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أماتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يزيد من غراته فليفعل يعني الواحد لما يكتر بس احنا بنحضر حسياتك إنك تتعلم الفقه وتقول الحدود الفقهية اللي الفقهاء تكلموا عنها إيه وليه عرفت بقى والحدوتة بتاعت خلافهم خد الخلاف على إنه حدوتة لذيذة ما تاخدش الخلاف على إنه مباراة من الفايز ومن المنتصر فعرفنا إن الأحناف والمالكية قالوا المرفقين لا يجب غسلهما إنما يستحب تمام إنما بقيت الفقهاء أو جمهور الفقهاء قالوا إيه قالوا اللي هما الشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا إن المرفقين لا يجب غسلهما إيه الدليل وليه اختلفوا مع بعض أما حاجة غريبة جدا أقول لحضرتك بمنطقة البساطة انتفكر الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق تعرف كلمة إيلة دي بقى هي دي سبب الاختلاف أو حدوطة الاختلاف ما بين الفقهاء ليه يا عمنا وإيه المشكلة في كلمة إيلة دي قال لك لأن كلمة إيلة دي بمعنى لحد المرفقين يعني توقف عندهم ولا معناها مع المرفقين هو كلمة إيلة تأتي بمعنى معا إزاي أنا إيلة دي الغاية لحد كده بتقول وصلت لحد باب المدرسة لحد يبقى معنى كده إن إيلة هنا بتوقف عند باب المدرسة خلاص إيلة إنما إزاي إيلة بتجي بمعنى آه قال لك لا قال لك شوف الآية القرآنية اللي جات في سورة هود الآية 52 بتوضح وهي بتقول إيه ويزدكم قوة إلى قوتكم قوة إلى قوتكم الله دي جات بمعنى مع يعني يزدكم قوة مع القوة اللي معاكم شفت إزاي إزاي ما أقول لك ضفها إلى المال اللي معاك يعني تقول لي أنا معايا في جيبي دلوقتي 100 جنيه أقول لك قدر 50 جنيه دي ضفها إلى الميت جنيه اللي معاك يبقى معاك 150 جنيه يبقى إيلة هنا جات بمعنى معا آه فلو إيلة جات بمعنى معا يبقى غسلوا وجوهكم مع المرفقين ولو جات إيلة بمعنى الغاية يبقى غسلوا أهديكم لحد المرفقين شفت بقى الفقهاء الحقيقة بيختلفوا لأسباب لغوية وجيها اللي شاف ده ذهب إلى هذا الاتجاه واللي شاف كده الرأي الثاني ذهب إلى هذا الاتجاه إنما في الحالتين نقول إن غسل الكوعين اللي هما المرفقين بتوع اليد آه اليمين والشمال أمر من أمور المشروعة سواء بقى أنت شايف إن غسلهم واجب ولا غسلهم مش واجب يبقى قلنا غسل الوجب وبعدين قلنا غسل اليدين إلى المرفقين خش بقى ونشوف حدودة مسح الرأس يا ترى مسح الرأس نمسح الرأس إزاي وإيه الكمية بتاعته واحد ما تستهترش بالمعلومة ما تقولش المعلومة التبسط في المعلومة دوت يضيع الدين الدين دوت هو الطريقة التي يحبها الله وترضي الله سبحانه وتعالى كما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما تاخد النص بس بتاع الآية ما أنت مش هتقدر تفهم إيه مدلوله بالزبط فمحتاجين علماء يفتنبطوا ويفاهمون زي ما عمل الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم فاحنا بنتكلم دلوقتي على مسح الرأس على فكرة بقى ما فيش خلاف ما بين الفقهاء على أن مسح الرأس فرض من فروده لدوء طيب هو فرض آه طيب من فروده لدوء طيب الأكمل إيه قالك الفقهاء كلهم اجتمعوا بلا استثناء أن الأكمل في مسح الرأس اللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر أقبل بهما وأدبر يعني عارف زي ما احنا بنقول إيه رايح جاي يعني مسح رأسه بس خد بالك اسمه مسح الرأس مش غسل الرأس لأن الآية كده افتكروها معايا يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا أيوة يبقى ما قالش واغسلوا لو قالوا واغسلوا كنا لازم نصب الماء فوق الدماغ لكن قالوا وامسحوا تبقى إيدك متنسمة مية كده تنسيمة مية مبلولة مية كده وتمشيها على رأسك رايح جاي ده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لك في الحديث ده بيقول لك بدأ بمقدم رأسه ثم ذهبا بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من الحديث على فكرة في البخاري ومصري إنما بقى الحدوتة في إنهم اختلفوا قد إيه يسقط الحكم أو قد إيه يجزئ يعني يعني كفاية قد إيه لو زودت خير لكن أقل حاجة تعملها في المسح قد إيه قد بقى الفقاء إيه اتكلموا بقى في حتة أقل حتى تمسح بيها راسك طبعا خدوا بالكو الكلام ده بيحتاجوا ناس كتير قوي واحد بيكون عنده مثلا برد أو واحد بيكون عيان أو واحد يكون مجروح وحطت دماضة على راسه أو كل واحد له ظروفه بس المهم إحنا نتعلمه بس إيه الجزء أقل جزء في المسح الحقيقة بعض الفقهاء اللي هما المالكية والحنابلة تحديدا شايفين إنه لازم نمسح جميع الراس والبعض التاني قال لك كفاية مسح بعض الراس مين اللي قال مسح بعض الراس الشافعية والحناف الأحناف يعني الأحناف والشافعية قالوا مسح بعض الراس إنما المالكية والحنابلة قالوا لا لازم تمسح لازم المسح يعوم جميع الرأس اختلفوا ليه لأنها حدوتة فقهية تعالوا نشوفها بعد ذلك الفاصل أرجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين والمستمعات وحدوتة فقهية وكنا بنتكلم على الحدود بتاعة الودوء إلا إن الودوء ده هو بوابة الصلاة وهو الصلاة بس صلاة والطواف ومس المصحف وحاجات جميلة قوي وكلها عباداتنا تقرب بها إلى الله آه وما أنت عاست تقرب إلى الله إلا بشروط الله ولذلك إحنا زي ما قلنا وفكرتكم قبل كده إن ربنا عارفوه بإيه؟ بالعقل إنما عبدوه بالشرع فعشان نفهم الشرع بنشوف اللي جهل من الآيات والأحاديث إنما بعض الآيات والأحاديث ممكن ألفظها ما تكونش مفهومة عند بعض الناس أو تحتمل دلالتين أو أكتر بيجي الفقهاء بقى وكل فقيه بيكتهد علشان يقول لنا هو دوة المراد من المعنى حسب اعتقادي وفقي ولذلك بنفرق ما بين الرأي الشرعي والرأي الفقي إحنا بنتكلم في حدوتة فقهية مش حدوتة شرعية يعني أراء الفقهاء فبتتعلموها وبتستفيدوا منها وبنحترم الفقهاء وبنحرص على إن إحنا نستمتع بالاختلاف اللي بينهم ما يجيش واحد يقول إيه؟ أنا تلخبطت تلخبطت من إيه؟ ده ربنا فتح لك بدل الباب واحد واثنين وثلاثة واربعة وتقول أنا تلخبطت ده قولي أنا استمتعت أنا تعلمت أنا استفدت علشان كده لما تكلمنا في الوضوء قلنا في أعمال قبل الوضوء اللي اختلفوا عليها وهي كانت إنية والتسمية والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق والاستنصار وخلصناها وجينا بقى للأعمال اللي دخلها في الوضوء غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين وبعدين دخلنا على مسح الرأس مسح الرأس بقى إيه المشروع فيه؟ هل لكنه إن الرأس كلها تمسح وإنه ما فيش خلاف ما بين الفقهاء على إن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء لإن ربنا قاله وامسحوا برؤوسكم طيب خلاص إيه بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بمسح الرأس عرفنا المسح إنما المسح يكون إزاي؟ اتعلمنا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه فأقبل بهما وأدبر يعني رايح جاي كده على الرأس طب إيه الحد الأدنى اللي يجزئ أو نستفيد منه إنه الوضوء بقى صحيح الحد الأدنى أقل حد إيه؟ قلتلك إنه انقسموا الفقهاء إلى قسمين رأيي للمالكية والحنبلة وقالوا لازم جميع الرأس ورأيي ليه الحنفية والشافعية قالوا إنه ممكن إنك كفاية مسح بعض الرأس ودول ودول استدلوا برضو بالقرآن والسنة ليه؟ إيه الحدوتة؟ هم اختلفوا ليه مع بعض؟ أقول لك ليه؟ عشان تعرف إن الموضوع لزيز خالص مش فاكر لما تكلمنا على فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإني إلى دية هل هي حرف غاية؟ يعني الحد ولا إيه بمعنى معه؟ هو دوت السؤال هل إيه بمعنى معه؟ ولا إيه بمعنى الغاية؟ فقلت لك عشان كده انقسموا إلى رأيين اتنين لما جينا هنا بقى في مسح الرأس شو بقى تفرج على الجمال عشان أقول لك إنه محدش يقدر يفتي إلا لم يكون فاهم لغة عربية ربنا بيقول وامسحوا بي بي حرف البيه ده عمل إيه؟ قال لك وامسحوا برؤوسكم إيه اللي شايف إن البيه؟ ها البيه ديت معناها الإلصاق حاجة اسمها الإلصاق الإلصاق يعني إيه؟ يعني كل الراس وامسحوا برؤوسكم يعني بكل رأسكم شفت الجمال؟ قال لك يبقى لازم يمسح جميع الراس طيب وواحد شايف بقى إن البقى دي ها للطبعيد هل هي للإلصاق؟ للإلصاق يبقى كل الراس إنما للطبعيد طبعيد ته به عين يهضاد يعني البعض يعني كل بحتة معينة أو انتبه بالجزء ده البيه ديت أحيانا تأتي للطبعيد يبقى يراد منها البعض وليست الكل يا سلام فاللي شافوا إن البقى للطبعيد قال لك يبقى يجزئ وكفاية مسح بعض الرأس طيب وليهم دليل تاني دليل من السنة وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه بيقول إيه؟ بيروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ فمسح بناصيته الناصية اللي هي مقدمة الراس فاكر أنت الآية القرآنية لما بتقول لنأخذان بالناصية ناصية كذبة خاطئة الناصية دي يعني إيه؟ اللي هي مقدمة الراس اللي هي اللي إحنا بلو عليها الأورة دي الأورة تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفاين عليه الصلاة والسلام ده يدل على أن الناصية دي هي مقدمة الرأس يعني جزء من الرأس يا سلام طيب يبقى عندنا دلوقتي رأيين في مسح الرأس انه لازم الرأس كلها ودي قالها الملكية والحنبلة والبعض الآخر قالوا انه جزء من الرأس يكفي وده اللي قالوا سيادنا الكرام رضي الله عنهم أرضهم الشافعية والحنفية والظهرية أيضا على فكرة بالمناسبة يعني الناس بقى اللي قالوا مسح بعض الرأس اختلفوا مع بعض يا ترى مسح بعض الرأس بمساحة ادي ايه بالزبط يعني ربع الرأس نص الرأس تلت الرأس تلتة ايرات مثلا من الاصابع اختلفوا بينهم وبين بعض عموما الامام الشافعية او الشافعية والظهرية قالوا اقل حاجة بيطلق عليه المسح يكفي ولو لشعره وحده يا سلام على مذهب الشافعية اما بقى الحنفية شايفين انه لازم يبقى ربع الرأس على الاقل ودي مسألة زي ما انت شايف كده مسألة تقديرية يبقى الاحوط للمسلم يعمل ايه انه يمسح جميع رأسه بالكيفية اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلصة القصة بس في حيطة لطيفة او بقى اقول لكم عليها برضو دخل في الحدوطة بتاعتنا يا ترى اللي لابس عمه ده اللي بيلبس عمامه والستات اللي لابسه خمار ومعرفش ايه هل يجزئ قال ينفع ان احنا نمسح على العمامة زي ما بنمسح على الخفين ما تمشيش يعني ايه الحقيقة جمهور الفقهاء قالك لا ما يمشيش شوف ابدا قالك مسح على العمامة دوت لازم لابد انه الرأس يتمسح منها الجزء ولو يعني شعراية واحدة زي ما بيقول الشوافع او الشافعية وربع الرأس عند الاحناف او المسح كله زي ما بيقول سيادنا الملكية والحنابلة انما المسح على العمامة ما ينفعش انما بعض الفقهاء بقى خد بالك من الجمال قالوا لا ينفع يا ها هي المسألة كده بالكيف كده قالوا من عندهم ولا ورا الموضوع ده حدوتها معينة ورا حدوتها لذيذة ورا حدوتة حديث بلال حديث بلال رضي الله عنه ارضاه بيقول النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وعلى الخمار يا سلام لذلك الرأي ده وترجحه الامام الشوكاني رضي الله عنه ارضاه الامام الشوكاني صاحب نيل الاوطار يا جماعة كتاب مشهور عند الاهل الفقه فمسح على الخفين وعلى الخمار لكن هي القول الاول بتاع مذهب الجمهور هو الاحوط طب هم على فكرة نفسي اعرف في الحدوتة دي يا تار الجمهور ردوا على الناس بتوع الحديث بلال دول قالوا ايه في حديث بلال تم وطالما صابت الحديث يبقى ما فيش كلام يتقال قال لك لا انه انه الحديث بتاع بلال بيدل على ان النبي مسح على الناصية وعلى العمامة علشان تبقى سنة استيعاب يعني عمل دي ودي عليه الصلاة والسلام يعني كان لابس العمامة لمس راسه الشريفة عليه الصلاة والسلام والعمامة ايضا فاكمل بها عشان يكمل فضل الاستيعاب اللي بيعمله ده المختار اللي عند الجمهور الفقهاء والله تبارك وتعالى اعلى هو اعلم لكن عموما حتى اللي قاله المسح على العمامة قال لك لازم العمامة او الخبار يكون ملفوف تحت الدقن يعني تكون مكوّرة حوالين الراس والدقن مش حاجة مش طاقية لو كان الطاقية حتشير الطاقية وتمسح عليها واخلصنا هل يجوز المسح على الطاقية لا الطاقية لا والعمة كده زي بتاعة عمة الشيوخ كده زي العمة بتاعة بتاعة الأصغر دي هل يجوز المسح عليها طبعا لا إنما العمامة اللي مذكورة اللي يجوز المسح عليها اللي بتكون ملفوفة راس مع الدقن بتاعة الإنسان طب نيجي بقى لحيطة ملتصلة بالموضوع وهو حكم مسح الأذنين حكم مسح الأذنين ايه مسح الأذنين برضو اتفقوا على إنها مشروعة لكن اختلفوا في إنها تتمسح تبع الراس ولا تتغسل بماء جديد فأنا عاوز أقول لحضرتك إنه البعض الفقهاء شايف إنه الأذنين من الرأس وإنها يجب تتمسح معاه والبعض الآخر شايف إنهم عضوين مستقلين ومن السنة إنه يتعملوهم ماء جديد يعني انقسموا إلى قسمين واحد بيقولك ما تاخدش مياه مخصوص عشان تخسل ودنك لا وإنت بتمسح راسك تروح مسح ودنك والبعض التاني من الفقهاء وده مذهب على فكرة الشفعية والملكية والظهرية قالوا إيه قالوا لا دول عضوين مستقلين لازم تخسل إيدك وتخسل بيهم وتمسح بيهم ودنك وتخسل بيهم ودنك علشان دولة عضوين مستقلين واستدلوا بإيه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه ده حديث وحديث مع عبد الله بن زيد عموما لو عملت كده جائز ولو عملت كده جائز فالمسح أو الغسل بماء جديد للأذنين أيضا هذه من الأمور المستحبة والمشروعة في الوضوء ودي كانت الحدوثة الفقهية وفاضل عندنا نشوف عملية غسل الرجلين نتكلم فيها بكرة إن أمد الله لنا في العمر وكان في العمر بقية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر